بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية مصر للتنس الأرضي إن شاء الله إن شاء الله مع بعض نظام جديد بقى طلب مننا ومن الأصدقاء وكلموني على الفيس وعلى التواصل الاجتماعي حتى ممرة إن إحنا عايزين نعرف إيه هو التنس ومعلومات عن التنس هنعمل بقى نظام معلومات هنجيب هنكلم عن كل معلومة عن التنس بخيسي ما فيه ثقافة تنس مفتوحة بيننا وبين الأصدقاء فإحنا هنأخد ده معلومة كل مرة كده معلومة ومعلومة لحين نقدر نعمل بنك معلومات نقدر من خلال بنك المعلومات نقدر نتكلم عن التنس في أي وقت نقدر نعمل سخطة التنس نعمل نتفرج على التلفزيون يمعرفين إلي بيتكلم الحكم بيشتغل إزاي الماتش شغال إزاي المعلومة برضو هنتكلم إن شاء الله عن معلومات كتيرة إضافية عن المهارات وعن اللعدة فهنبدأتشغضاء أول معلومة وعًا بعد عن المهاردة هنتكلم معلومة عن إيه الملعب الفردي الملعب الفردي ملعب التنس الفردي الملعب التنس الفردي ومخصص للعب الفردي هو唐 صد واحد ملعب التنس بمستثيل الشكل وطوله 23 متر 77 صد RS يبقى طول ملعب التنس 23 متر 77 صد RPM الطول ده هيبقى للزوجي و للفردي سنكلم فيه يعني يعني الطول ده يبقى سالي للزوجي و للفردي هيبقى الاختلاف في العرض وإحنا دلوقتي بصدد بنتكلم عن الملعب الفردي طبع عرض الملعب الفردي عرض الملعب الفردي 8 متر و 23 صم يمنقول الطول عبارة عن 23 متر و 77 صم أما العرض عبارة عن 8 متر و 23 صم طبع ويوجد في نهاية الملعب خطين خطين وراء اخر الملعب يسميان بالقعدة يبقى خطين سياء الملعب ده بيعليه خط الملعب ده بيعليه خط يسميه القعدة وعلى جانبيه خطان ايضا ويسميان بالجانبين يبقى فيه خطين كده جانبين خط قعدة وخط قعدة إذا نقدر نقول خرجنا المعلومة دلوقتي عارفنا ملعب الفردي طول الملعب 23 متر و 77 صم تتعارف خواس جدا والعرض بتاعه 8 متر و 23 صم إذا الملعب الفردي بيختلف عن الملعب الزوجي إن شاء الله ما نيجي نتكلم في الملعب الزوجي سوف نقول لك الهجور والعرض بطول كما قلنا في الملعب الفردي شكرا لعزين المعلومة وإلى اللقاء في المعروبات القوة